عزيزي السرطان رح تنطلق بهالأسبوع بسعادة مع بداية هيدا الشهر الشمسي المائي الجديد تتسلح بتأثيرات الشمس من برج الحوت المائي للدفاع عن حالك والتصدي للعوائق رح تمشي الرياح لمصلحتك الحظ بيكون بيرجع لعندك بكل قوة وبيحملك معه أخبار طيبة ونجاحات مالية معنوية بتحقق فيها النجاح الباهر إذا تصرفت بحكمة بداية مرحلة مائية رائعة إيجابية بتحمل حركة مبادرة حلوة باتجاهك بتقدم لك هدايا فلكية إيجابية رابحة جدا وظروف مناسبة أكتر بكتير حتى تعقد اتفاقات بيكون عندك نجاحات بمساعيك بمفاوضتك البداية شوي متقلبة مع وجود الأمر ببرج الجوزاء بين السبت والتنين عنا مسلس فلكي هوائي مع الشمس يلي هي بآخر درجاتها ببرج الدلو بتخلي أوضاعك متقلبي هادية تنخفض فيها المعنويات وبتزيد حساسيتك وعصبيتك بتتغير الأحداث تانيتها والأربعة مع وصول أمر لبرجك وبتكون كمان الشمس وصلت لبرج الحوت المائي بيكون عندنا مسلس فلكي مع الشمس من الحوت وكأنك عم تدخل بمرحلة احتفالية بتخليك تواجه بعض التغيرات المالية بتطلب منك التعامل بجدية مع بعض التطورات وبتكون مرتاح قدام القرارات الجديدة يلي بتعطيك القوة والحوافز لتشتغل بصورة واضحة تماما بتتابع الحزوز مع وصول أمر للأسد يومين الخميس والجمعة يومين حلوين بيحملوا لك ربح مكاسب ارتياح معنوي ومالي بيعطيك وضوح بالمسائل المالية بعلاوة ممكن على الراتب تتوضح بعض الفواتير يلي لازم تدفعها أو ممكن تحصل على بعض المستحقات المؤجلة هالأمور كلها شفافة جدا بتخليك تفرح تغير بمصدر مدخولك وكمان عندنا دايما بنبه من المصاريف الغير ضرورية على أشياء منا ضرورية أسبوع مائي بامتياز ناجح ما عليك إلا أنك تستفيد من الأيام الأكتر حزن عاطفيا كمان فيكم عزيزي مولود السرطان تخبرنا كيف احتفلت بيعد الحب إذا إيه أو لا إذا كنت متزوج أو أعزب عاطفيا رح تمناك هالأسبوع إنه اعتبارا من هالأسبوع ومع انتقال الظهرة من برج الجدي إلى برج الدل والصدي يعني لبعض الحب والربح المعنوي ما في عندك أي أسباب للخليفات أو التحديات بتقدر تقول إنه عم بتعيش أسبوع حلو كتير الجو العام منتاز أما العازب رح يلعب ورقة ربحة على الصعيد العاطفي ويشعر بالسعادة والحب ويتقلق بجذبية ندرة وين ما بيروح ولبي دعوات كتير ومتكون حياته الاجتماعية ناشطة جدا مفعمة بالحياة والحيوية ترجمة نانسي قنقر